يعني ايه ده لازائد؟ يعني النهارده انا بدلع ابني قوي خليني اقول كمان النهارده فيه مفهوم جديد ومصطلح جديد اسمه التربية الايجابية انا النهارده مش هينفع زي زمان اضرب او ازعق او اعمل اي حاجة من الحاجات دي انا لازم افهم ولازم اوعي ولازم اشرح ولازم يبقى بالي وخلقي طوال ايه بقى قوليلي طيب الطفل المدلل هي فيه متلازمة فعل من نفس اسمها متلازمة الطفل المدلل عليه مجموعة علامات ده طفل مش بيقبل كلمة لا هو محور حياة البيت بيتطول على بابا ومامته من سنه صغير قوي قديا لا اربع وخمس سنين اه يا مشهور رغباته متحققة دايما ده اللي هيرمي نفسه لو ما جبتلوش اللعبة اللي هو عايزها في مول او في سوبر ماركت كل الاطفال كده يا دكتور بجد كل الاطفال كده بس فيه ولد بيدغط عليك وانتي هتنفذي عشان شكلي والقعدة والناس والمول واصحابنا وكده في سن المراهقة دول اللي بيعملوا معنا ايه انا مش رايح المدرسة مش رايح اللي امتحانيه من اللي امتحان الصبح مش رايح البطولة غلّة وجبتولي كذا وفي دخلة الجمع انا مش هدخل الجمع غلّة وجبته كذا غيرتوا التليفون جبتوا عربية جديدة اي مكان طب البيت زروفه ما تستحملش ده هو ده اللي هيحصل طفل غير تنافسي طفل عنده مشاكل سلوكية كتير في المدرسة هو وإخواته لأ هو هو والعيلة لأ هو ماما عيّانة انا مليش دعوة انا مش هخدمها انا مش هقوط في البيت انا مش هفوت اي حاجة تخصي عندي مجموعة سلوكيات بتتجمع في الطفل المدلل ده جوه البيت والمدرسة والنادي زي ما قلتو اه جوه البيت والمدرسة والنادي اشتركوا في القناة